17 حكومة شكلت من الطائف لليوم 7 رؤسة داولوا لعدة مرات رئاسة المجلس لمدة 29 سنة أبرزهم دولة رئيس الشهيد رفيق الحريري 5 مرات وأكتر من 200 وزير حملوا حقايب وزارية خلينا نتعرف سوا بها البوديوم على أكتر 10 شخصيات بلبنان حملت لأطول فترة منصب وزير بعد الطائف قبل ما نبلش نذكر أنه كل هالمعلومات حصلنا عليها من موقع رئاسة مجلس الوزراء الرسمي منبلش بالأدترس شويس وهي الحكومة للـ 68 للبنان ترأسها دولة الرئيس نجيب ميقاتي وكانت حكومة تكنوقرات شكلت لـ 3 شهر بس بعد اغتال الرئيس الحريري واستئالة الرئيس عمر كرامي من 19 نيسان لـ 2005 لـ 19 تموز 2005 تألفت من 14 وزير كلهم مش امرشحين على الانتخابات النيابية وذلك لا تكون حكومة حيادية بإدارتها للعملية الانتخابية المرتبة العشرة احتلوها 3 شخصيات والمدة 10 سنين وخمس تشهر أما الوزراء فهن رئيس اللقاء الديمقراطي نائب وليد جملات يلي شارك بـ 6 حكومات متتالية من سنة 1989 لـ 1998 وكان وزير الأشغال العامة والنقل مرة واحدة وزير دولة 3 مرات ووزير شؤون المهجرين مرتين الوزير السابق محسن دلول يلي كمان شارك بـ 6 حكومات متتالية من سنة 1989 لـ 1998 وكان وزير الزراعة 3 مرات ووزير الدفاع الوطني كمان 3 مرات دولة الرئيس ميشيل المور يلي شارك بـ 6 حكومات متتالية من 1990 لـ 2000 كنائب لرئيس الحكومة وحمل حقايب الدفاع الوطني مرتين المواصلات السلكية واللاسلكية مرة واحدة داخلية 3 مرات وزير دولة للشؤون البلدية والقروية مرة واحدة المرتبة التاسعة احتل الوزير السابق بهيش طبارة والمدة 10 سنين و7 تشهر فطبارة شارك بـ 5 حكومات كلها كان على رأس الرفيء الحريرة من 1992 لـ 2004 وكان طبارة 4 مرات وزير عدل ومرة وزير دولة المرتبة التامنة احتلوها وزيرين والمدة 11 سنة اما الوزراء فهنة الوزير السابق فارس بويز اللي تنقل من 1990 لـ 2004 بين 6 حكومات وكان 5 مرات وزير الخارجي والمختربين وباخر حكومة شارك فيها كان وزير للبيئة الوزير ميشيل فرعون بلش مسيرته الوزارية سنة 2000 وهو اليوم وزير دولة بالحكومة شارك بـ 5 حكومات وتعين وزير دولة عدة مرات ووزير تياحة المرتبة السابعة رئيس مؤسسة الانتربول الوزير السابق الياس المر والمدة 11 سنة والشهرين المر شارك بـ 6 حكومات وكان 3 مرات نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة رئيس مئات التكنقراط حكومة الرئيس سانيورا سنة 2005 وحكومة الرئيس سعد الحريري بالـ 2009 وحمل حقيبة الداخلية والبلديات مرتين والدفاع الوطني أربع مرات نذكر أنه الوزير ياس المر هو ابن دولة الرئيس ميشيل المر موجود كمان معنا بالبوديوم وتولى بعد والده المسيرة السياسية وإذا منجمع الفترة الوزارية للأب والابن نحصل على 21 سنة و7 تشهر وهيك بيكونوا أكتر عائلة سياسية لبنانية من الطائف لليوم قضت أطول فترة بمجلس الوزراء المرتبة السادسة الوزير محمد فناش والمد 11 سنة و6 تشهر فناش شارك ب6 حكومات من 2005 لهلأ وكان وزير للطاقة والمية بحكومة الرئيس سانيورا واستقل من منصبه بال2006 مع الوزراء الشيعة بعد تعين وزير للعمل وزير دولة 3 مرات وفناش وزير للشباب والرياضة حاليا المرتبة الخامسة غازي العريضة 12 سنة و8 تشهر تعين العريضة بست حكومات من 2000 لل2013 وتولى حقاية بوزارة الأعلام مرتين سقافة مرة واحدة والأشغال العامة 3 مرات المرتبة الرابعة الرئيس فؤاد السانيورا 12 سنة و10 تشهر فالسانيورا وبالإضافة لترقص حكومتين كان وزير دولة للشؤون المالية 3 مرات وزير للمالية مرتين وزير الاقتصاد الوطني والتجارة بكل حكومات الشهيد رفيق الحريري يعني من 1992 لل2004 ووزير المالية بالوكالة بالحكومة اللي ترقصها بتموز 2008 ومنروح للبوديوم المرتبة الثالثة رئيس طيال المرة ده النائب سليمين فرنجية 13 سنة و9 تشهر فرنجية شارك بتمين حكومات من 1990 لل2005 وكان وزير دولة مرتين وزير الإسكان والتعاونيات مرتين وزير الزراعة مرة وزير الصحة العامة 3 مرات ووزير الداخلية والبلديات مرة واحدة المرتبة الثانية رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال إرسلين 14 سنة و9 تشهر عين إرسلين وزير بتمين حكومات من سنة 1990 لليوم وكان وزير السياحة المقتربين وزير دولة 3 مرات وزير الشباب ورياضة مرة واحدة ووزير المهاجرين مرتين اخرى بالحكومة الحالية المرتبة الأولى والسوبر وزير يلي أمضى أطول فترة كوزير بالحكومات اللبنانية هو ومن دون أي منازع مروان إحمادي 16 سنة و6 شهر تعيين إحمادي وزير بتمين حكومات ومنهم حكومة رئيس سعد الحريري الحالية حمل حقائب وزرية عديدة من 1990 لليوم وكان وزير الاقتصاد والتجارة مرتين صحة وأشوء الاجتماعية كمان مرتين صحة العامة المهاجرين والاتصالات مرة واحدة وحاليا حمادي وزير التربية والتعليم العالي شرعيكم بنتيجها البوديوم ما تنسوا التابع وموقع النشرة اللي رح أقدم لكم كل أسبوع بوديوم جديد عن مواضيع بتهمكن ترجمة نانسي قنقر